أزمة تبدو للنازحين قاب قوسين أودنا مع اجتداد وطيرة الحرب وقسوة الشتاء فقد ألقت الحرب في طرابلس بظلالها على الوضع الإنساني للنازحين الذين تشردوا في مناطق قريبة هربا من جحيم فوهات البنادق لكنهم لم يسلموا من برد شتاء لم يكن رحيما ومع اجتداد سعير الحرب بلغ عدد النازحين 120 ألفا نتيجة تصعيد العنف مئات الألاف ممن نزحوا يعيشون أوضاعا إنسانية ونفسية صعبة وأحوالا اقتصادية متردية معاناة محزنة رعب وفزع تبرزه الوجوه من هول ما عاشوا من أيام اجتباكات صعبة لا يبدو أن وضعهم متجه للحل فالمسؤولون غارقون في توريد الأسلحة ودعم اتفاقيات مشبوهة ورصد ميزانيات حرب ويقيم بعض النازحين في حدائق عامة كما ينصب بعضهم خياما بجوار البحر وانتهى المقام بآخرين في ملاجئة لا تتوفر فيها حتى الاحتياجات الأساسية أو مياه الشرب مع حلول فصل الشتاء يفتقر البعض حتى لاغطية تقيهم وأطفالهم برد الشتاء ومطرة ويشكو النازحون من ندرة المواد العازلة ومن غياب قنوات تواصل المسؤولين وهو ما يضاعف المشكلات كما يشكو الأهالي من ضعف استجابة المنظمات الإنسانية مع ازدياد أعداد النازحين ويقولون إن أوضاعهم السيئة بحاجة إلى تضافر الجهود واقع لا يجد النازحون في مواجهته سوى إطلاق النداء تلو الآخر طلبا للمساعدة ترجمة نانسي قنقر